تشهد مصر مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024 التي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث تكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي تشهدها مصر باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث وتكتسب الانتخابات أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية هذا المسار الجاد قد تجلى في مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية والذي شمل أربعة مرشحين منهم المستقل ومنهم المعارض ومنهم اثنان من الليبراليين ووفق الدستور والقوانين المصرية فقد تم إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية خارج مصر خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من الشهر الجاري في أجواء إيجابية في 137 لجنة انتخابية موزعة على 121 دولة وقد تم تقديم تسهيلات عديدة لتمكين المواطنين المصريين في الخارج من التصويت بمقار السفارات والقنصليات المصرية وذلك بإشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات وبالتنصيق الوثيق على مدار الساعة مع وزارتي الخارجية والدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج وكان مشهد لجان التصويت بالخاري خلال الأيام الثلاثة مشرفاً ويليق بهذا الاستحقاق الانتخابي الأعلى في البلاد وهو ما ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائجه التفصيلية من نسب للمشاركة وتصويت لكل من المرشحين الأربعة مع إعلانها النتائج النهائية للدور الأول في الانتخابات وذلك بعد انتهاء التصويت بداخل البلاد